ليش لازم نتكلم عن مصطلح لنس مصطلح الحرية بالذات اي نعم اولا بسم الله الرحمن الرحيم وحياك الله الساد علي وانا سعيد بخروجه معك شكرا مبارك لك البرنامج هذا الجديد انطلاق ان شاء الله مباركة وإلى مزيد من النجاحات بإنسان الله تعالى ثانية مثل ما ذكرت احنا في موضوعات وايد بالساحة وحنا ما شاء الله المجتمع الكويتي وايد نقاشاتنا في موضوعات فقهية ثقافية سياسية اقتصادية ليش ما تكلمنا عن الجزئيات هذه وتكلمنا عن موضوع حرية والبعض يقول كأنه موضوع مستهلك لا هو موضوع مستهلك انا نفرق بين نقطتين هذا امر مهم تفريقة فرق بين الموضوعات الجزئية الموضوعات الجزئية قد اقول حلال حرام ممنوع مسموح عيب معيب وفي موضوعات كلية شمولية موضوع الحرية الموضوع هذه الكبيرة في الغالب اهم الموضوعات الشمولية يعني هي اشبه بمنظومة فكرية جميل منظومة فكرية انا اذا ضبطت المنظومة الفكرية هذه في الغالب سوف تنضبط، فغالبا أن نرى الذي عنده مفهوم الحرية صحيح الكثير من أراءة أي جانب كان يعني من جانب الفقهي إلى الاقتصادي إلى الثقافي إلى السياسي، سوف ترى أراءة كلها منسجمة مع قناعة الأساسية نحن مثل ما نسميها محركات الأفكار، فجز من محركات أفكار موضوع شمولي كبير منظومة فكرية متكاملة مثل موضوع الحرية الأمر الثاني قبل بداية الحلقة هذا منظره لن أذكرها الآن في أي قيمة علمية إذا نبنيها بناء صحيح أول أمر أثوي أن أشيل التصورات السابقة مثل مثال موضوع الحرية بعض المشاهدين الكرام عنده تصور سابق عن اللي يتكلم عن الحرية هذا اللي عنده تصور سابق مهما أنا دقلت مهما أجدت أخطأت ولا أصبت ما رأي يسمع عنده تصور سابق فأنا أي قيمة معرفية أخذها وهذا حتى نحن في الجانب الأكاديمي نسميه تحرير محل النزاع أن أشيل تصورات السابقة كلها وأفكر بوجهة نظر المخالف وجهة نظر الآخر فأنا هذا دعوة حق المشاهد الكريم أن الحلقة إن شاء الله ستصير وجبة ثقافية خفيفة بإذن الله تعالى ودعوية فكرية دينية سأشيل التصورات السابقة التصور المتحدث دكتور شريعة لا لا أشيل تصورات سابقة كلها